السلام عليكم في هاد الفيديو ان شاء الله رحم لكم مراجعة خفيفة وبسيطة للسنة الرابعة متوسط ان شاء الله تكون مفهومة لكم تبعوا معايا عدنا active and passive form ولل active and passive voice اذا هنا الactive voice وشنه هي هي الجملة المبنية للمعلوم معنى تتكور عدنا جملة عادية الجملة العادية وشنه هي هي الجملة التي تحتوي على فعل وفاعل ومفعول به هذي كامل نعرفوها عدنا subject plus the verb plus the rest of the sentence هنا عدنا مثال المثال هنا يوضح لكم الجملة العادية كيفاش تكون جيل throw the ball جيل رمت الكرة جيل throw the ball جيل throw the ball عدنا subject plus the verb plus the rest of the sentence عدنا subject هو جيل throw the verb in the present simple the ball هو بقية الجملة ولا هو المفعول به اوكي رمت جيل الكرة ولا جيل رمت الكرة اوكي احنا عدنا الجملة العادية فعل وفاعل ومفعول به احنا دايما كنجيو راح نبدلوا الجملة العادية الى passive voice ولا passive form دايما شوفوا الفعل دايما شوفوا الفعل الفعل وش من الزمن راهو مصرف فيه الى كان الفعل مصرف في المضارع البسيط كنجيو نبدلوها نخليو auxiliary verb to be يولي في المضارع البسيط الى كان الفعل في past auxiliary verb to be يولي في past plus the past participle of the verb اوكي اذا احنا throw راهو in the present simple احنا رايحين نبنيو الجملة للمجهول ال passive voice هي ان الجملة اللي تكون مبنية للمعلوم رايحة تتبدلت ولي جملة مبنية للمجهول اذا احنا اللي كان مفعول به راح يولي فاعل واللي كان فاعل راح يولي مفعول به والفعل يبقى في مكانه كما احنا قلت لكم القاعدة تقول subject plus the auxiliary verb to be plus the past participle of the verb plus the rest of the sentence احنا the verb راهو في ال present simple قلت لكم كنجيون بدلوها the auxiliary verb to be يولي في ال present simple plus the past participle of the verb to throw هو thrown اوكي thrown اذا the ball is thrown by جل الكرة رميت من طرف جل اوكي احنا الجملة كانت مبنية للمعلوم ولا تجملة مبنية للمجهول وشمعنى تها جملة مبنية للمجهول معنتها الكرة رميت الكرة رميت رميت من طرف جل احنا جل رميت الكرة احنا الجملة معلومة معلوم شكون رمى الكرة هو جل ولكن احنا الكرة رميت اوكي معنتها كان واحد رمى الكرة شكون هو ما نعرفوهش قدر يكون جل ولا قدر تكون رميت من طرف نقطة احنا احنا عفوان throw through thrown throw through the past simple thrown the past participle احنا قتلكم الجملة بنيت للمجهول ننتقلوا هنا للمثال واخدوا اخر درته لكم اذا هنا I make a cake I make a cake اوكي I make هنا the verb make راهو في present simple the verb make راهو في present simple I الفعل present عفوا I الفاعل عفوا make الفعل a cake هو المفعول به ولا the rest of the sentence هناك نجي ونبدلوها a cake is made by me a cake is made by me احنا وشغلنا the verb راهو في present simple the auxiliary verb وني ولي في present simple plus the past participle of the verb to make made made the past simple of the verb to make هو made with the past participle ايضا هو made I make a cake a cake is made by me ولا a cake is made by by her or by etc هناك تحبو تبدلو I ديرو he she it الى غير ذلك دابل ريسانكم انتم والمثال اللي تحبو تديروه ولكن فقط انا نحبكم تركزو على الفعل كيفاش يكون هذي هنا ما يهمكمش فيهم الفاعل والمفعول به ما يهمكمش فيهم همكم الفاعل لانه الفاعل الفاعل راحين تعرفوه والمفعول به راحين تعرفوه راحين تقلبوا تقلبوا تبدل الفاعل بقى فيما كانوا تبدل فقط في التصريف انتعو زدنا الوضع auxiliary verb to be in the present simple make present simple to be present simple plus the past participle of the verb to make اللي هو mate اوكي ادتلكم مثال هنا باش انبدلوا الزمن فقط باش تعرفو الفرق he played with the piano he played with the piano اوكي he played the piano ولا he played with the piano عزف الڭتار ولا عزف باستعمال الڭتار اوكي اهنا نقولو he played the piano اوكي نحو with اهنا نحوها باش اتباني لكم الجملة احسن اوكي نحو احنا خير باش لانه حيكون عندها معنى اخر هو نفس المعنى فقط يختلف هنا باش ما تتخلط لكم he played the piano اوكي he played عزف الڭتار اوكي ولا عزف ب الڭتار اوكي اهنا with قلت لكم ب ولا تحب تنحو with تولي عزف الڭتار ولا عزف ب الڭتار احنا شوفوا the verb he the piano he الفاعل played الفعل piano ما فعل به he played played راهو في past simple past simple of the verb to play هو played ال past participle لانتاع played فقط هنا ركزت لكم عفوان باش تعرفوا باللي the piano was the auxiliary verb to be راهو في past لانه الverb هنا في past the auxiliary verb to be يولي في past the piano was played the past participle of the verb play هو played the past simple تعه هو played the past participle هو played ايضا the piano was played by him من جملة مبنية الى المعلوم الى جملة مبنية الى المجهول الفعل راهو في الماضي the auxiliary verb اندي روح في الماضي زائد the past participle of the verb فهمتوا كيف الفعل في in the present اوكي auxiliary verb to be يكون in the present هنا عادنا الverb in the past auxiliary verb in the past اذا احنا شوفوا القعدة subject plus the verb plus the rest of the sentence هذه تكون عادنا active voice اوكي subject يقولي هنا rest of the sentence يقولي هنا the verb يقعد مكانه مكانه هنا يصرف على حسب الزمن الاول في الجملة اوكي the auxiliary verb to be انصرفو على حسب الزمن الاول في الجملة اذا كان الفعل في الجملة the present auxiliary verb to be رح يكون في present simple الى كان في past رح يكون auxiliary verb for the past past the past عفوان plus the past participle of the verb عفوان هنا ماشي the verb هنا the past participle of the verb plus the subject اللي كان هو في مكان هنا كتبت لكم باش تعرفوا فقط باللي التبديلات كيفاش يولوا اوكي اللي كان هنا ولا هنا واللي كان هنا ورجع هنا اوكي وبعد هنا subject هو الفاعل the doer of the action هو اللي يقوم بالنشاط يولي هنا هو اللي مفعول به واللي كان مفعول به هو يولي الفاعل في مكان الفاعل اوكي ونبعد the verb هنا يتبدل يولي the past participle of the verb ونزيد له قبل auxiliary verb to be يصرف على حسب الزمن الموجود في الجملة الاولى اذا كان هذا هو الشرح هذا الدرس ان شاء الله يكون فاتكم هكا اكثر وفهمتوها خير من المرة اللي فاتت وان شاء الله تتلقاوا بالفيديو ويكون شرح تاعي بسيط وريح يعاونكم ان شاء الله في الاختبارات اترككم في رعاية الله وحفظه بقاو على الاخر